منذ أزمنة بعيدة ظلت مشكلة النفايات حاضرة في المشهد داخل ولاية الخرطوم بل إنها لم تغب عنه يوماً حتى بعدما استعانت الحكومة بأسطول من العربات والآليات المصممة على طراز رفيع ذلك أن كفاءة تشغيل تلك العربات لم تكن بالمستوى المطلوبة كما إنها كثيراً ما تغيب أو تتأخر في الوصول إلى الأحياء الأمر جلب انتقادات موصولة إلى الجهات المشرفة على ملف النظافة ولا سيماً المجلس الأعلى للبيئة والهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم لكن بالمقابل هناك من يلقي باللائمة على المواطنين بحجة أنهم يساهمون بصورة كبيرة في تكدس النفايات وذلك من خلال وضعها في غير المواضع المخصصة لها بجانب التهرب والامتناع عن سدد الرسوم الشهرية المحددة من قبل السلطات والمجازة بواسطة الأجهزة التشريعية أضف إلى ذلك كله عدم تقيد المواطنين بالأزمان والمواقيت المحددة لوضع الأوساخ في الشوارع ما يقود إلى حدوث ارتباك في الجداول الزمنية لعربة النفايات وبالتالي يقود إلى تكدس الأوساخ في الأحياء الانتقادات الموجهة إلى الجهات المشرفة على ملف النظافة لا تقتصر فقط على النفايات الصلبة الخاصة بالمنازل والأسواق وإنما تمتد إلى المخلفات والنفايات الطبية وخاصة المشعة بما زاعم أن الطريقة التي تستخدمها الجهات المختصة في معالجة وضغط واحتواء تلك المخلفات لا تأتي في كثير من الأحيان وفقا للإشتراطات العلمية الصارمة ذلك أنه كثيرا ما يتم حرق تلك النفايات بدلا عن دفنها وهو الأمر الذي ربما يزيد من المخاطر المترتبة عليها فهل بمقدور الجهات المعنية بأمر النظافة في ولاية الخرطوم أن تبرز وجها جديدا لها في العام سبعة عشر وألفين وبالمقابل هل سيتوفر الوعي والتعاون المطلوب من قبل المواطنين بما يقود إلى ولاية النظيفة؟ هذا وغيره نسعى لمعرفته مع ضيوفنا داخل الأستوديو